السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته سألت المقعد من موجه ثلاثيه ولم نقدر موجه ثلاثيه وجهنا الى خلال حد العلوي الآن وبدأ في النظام من خلال الآن ، نقوم بعمل هنا اي بي سي عملنا موجة اي وبعدين نزلنا بتصحيح مركب دابليو اكس واي عشان نعمل الموجة بي وبعدين طلعنا بالموجة سي تمام وكده تبقى دي كده فلاتة وخلاص يام تصحيح وانتهى ومكملين هبوط او تكون دلع اكبر دلع من نموذج اكبر ويكون مسلا اي هنا ودابليو وبعدين ننزل برضو لكن مش كل ده هننزل بس نصحح عشان نعمل البي بتاعت النموذج الاكبر يبقى ده كده انا ببص في الفريم من بره بشوف ايه الاحتمالت بتاعتي عشان اعرف اشتغل واهدفي تكون فين بعد البي دي اطلع تاني اجيب سي وطبعا ده كده احتمال ورد وجايز ان هو ينزل يكمل هبوط طيب لما نيجي نبص بقى بالتفصيل اكتر ان احنا هنا عشان برضو ما يدحكش علينا في كل حاجة اه ممكن هنا نبص نلاقي ان الراجل ده اه نقدر اتنين يرقمو مثلا يقول لي اه يا مارفن هنا صح وعمل اي هنا وبي وبعدين هنا موجة وبعدين هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عشان نعمل التالتة هنا وبعدين الرابعة والخمسة وفعلا فوق هنا خلصنا الموجة سي واحد تاني ممكن يقول لي انا ممكن ابص لها بمنظور تاني انا ممكن اقول لا هنا مفيش الكلام ده مفيش تالتة وربعة والكلام ده انا شايف ان الصعود ده هنا دي موجة اي وان هنا بي وبعدين عملنا واحد اتنين والتفاصيل دي لا انا مش شايف تفاصيل تالتة وربعة داخلية انا شايف ان دي كلها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبالتالي هتبقى دي موجة سي وهنا هيتغير الموضوع ده بقى يبقى من 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 انهاء فلاتة يبقى تصيح مركب اي بي سي عشان نعمل دابليو ودي اكس وبعدين اي بي سي تاني عشان نعمل موجة ي طب ايه لازمت ده يعني ايه ايه اللي خلى دايجي في دماغي لان وارد جدا ان احنا لو خدنا امتداد للقناة ده كده قبرنا الرينج اللي هو ماشي فيه ممكن نلاقيه نازل كده لحد لحد السوفلي اللي قناة يعمل لنا موجة اكس اكس وبعدين يطلع لنا يجيب لنا زجزاج كمان بالموجة زد وبعدين نبدأ ننزل وبعدين نبدأ ننزل من المناطق اللي فوق بعد ما نعمل قمة تانية نكمل الى اتجاه الهبط طب انا ليه بقى بقول الكلام ده كله لان انا ذكرت في الاول في الفريم الكبير اللي احتمال وعد كده دخلت في الفريم الاصغر شفت برضو ايه الاحتمالات الوردة ده كله ليه ده كله لشان استنتج ايه السيناريوهات المحتملة قدامي وبالتالي اعرف اخد الترجيطات بتاعتي دي رقم واحد رقم اثنين وده الاهم بقى من رقم واحد ان انا لما بيكون عندي اكتر من سيناريو هبطين يعني انا كده عندي سيناريو الاولاني اللي بصيت كده من الفريم الكبير من غير مدخل في تفاصيل قلت قد تكون في لاتا اي بي سي وخلصنا ونزلين بموجة سواء بي او نكمل باتجاه لتحت زي ما قلت في اول الفيديو طب لما نشوف تفاصيل اكتر قد يكون عندي هنا موجة تصحيح مركب ونازل برضو يكون خلص او يعمل لي اكس اكس وبعدين يطلع اذا عندي احتمالين او ثلاثة يدعموا لي نفس الفكرة عندي اثنين سيناريو او ثلاثة يخلولي اقول ان انا نازل هدف اول قرب الحد السوفي للقناة هدف تاني تحت وده طبعا يتأكد بالكسر الموجة اكس يعني لو كسرنا القاع بتاع الموجة اكس دي خلاص يبقى انتهينا مفيش اكس اكس وزده خلاص يبقى السيناريو ده دابليو اكس واي وانتهينا عليه ويبقى عندنا اهداف تحت من هنا يبقى بيجي لي فكرة ان دي تريدة قوية او دي تريدة مهمة وتستحق المتابعة نركز فيها لان عندي اكثر من سيناريو يدعموا لي نفس الاتجاه بارقام مختلفة او بهداف مختلفة او يعني هنا مثلا انا هنا كنت داخل او ريديو بعدين لما ادى الرنج التصحي دوت وكده وطلع بدأت ازود فخلاص انا قربت الستوب يعني التريدة الحالية ديت متأمنة او ريديو كده بس برضو انا عندي مع اي تصحيح تاني هنا اقدر ان انا ادخل بهدف 300 نقطة اللي هو يدوب بس لحد السوفي للقناة وبكسر الموجة اكس دي يخليني اكمل اللقاء يعني 500 600 نقطة وبعدين اكمل الاتجاه العام بتاعي اللي انا يعني مش عايز اتكلم فيه دلوقتي عشان مشغلش بالكم بألوفات النقط يعني خلينا في النموذج الحالي دلوقتي وده يعني التطبيق عليه لشان نحاول ان احنا نستنتج الفرص يارب يكون الفيديو مفهوم ولو في اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يقدر يتواصل معنا من خلال الرابط اللي في الديسكريبشن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا